السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي مجموعة شرايط من بوائي لوح كامل كنت بعمل بي حاجة لما يكون اللوح عرضه 120 وانت محتاج منه متر بس فال20 سنتي دول هما اسموهم بوائي الخشب عشان الناس اللي بتزعل من كلمة بوائي وبيقول لي كل دي بوائي حتى هتلاحظوا ان البوائي دي الافها مرة بالطول ومرة بالعرض معلكم من المقدمة الغلسة دي المهم ان انا قعدت اسهم عشان اشتغل في حدود مقاساتهم وبدأت بقى ارسم وصمم تصميم مبدئي وهبدأ بقى اقص حسب الرسمة في اياسات لسه سايبها هتظهر لي مع الشغل فخلينا نبدأ الشغل ونقول التركات اللي فيه تقدر طبعا تستعمل اي منشارة عندك لكن انا لتسهيد الفيديو هستعمل منشار الاركت مع سلاح الصنديف وهقول لكم على حاجة بسيطة تقدر تخليك تقص بالاركت بنظافة سواء بقى بدون دليل او لو كنت عامل الدليل اللي قدمناه قبل كده واللي بيخليك تقص مستقيم بالاركت هبدأ الاول كمثال ارسم جنبين الحامل المتر او المسطرة والقلم الرصاص والزوع القيمة ودي امور سهلة وبسيطة ده الشكل اللي هعوز اقصه هقول لكم حل جميل ان قبل ما نمشي بالاركت في الخشب هنعمل حز علام بالكتر هنمشي بالكتر في الاماكن اللي هنعوز نقصها وبعدين هبدأ امشي بالاركت مكان العلام هلاحظ ان التشليع لو فيه بيكون على يمين السلاح وما فيش اي تشليع في التصميم اللي بيكون على شمال السلاح وزي ما احنا شايفين النتيجة النهائية الصنديفة مستقيمة لان انا حافر بقى بالاول بالكتر محتاجة سنة صنفرة وحتبقى زي الفل وعشان تصنفر صح هقولك برضو تعمل ايه اي قطعة خشب مستقيمة مع ورقة صنفرة وسط 100 او 120 وابدأ بقى صنفر الجنب اللي قصتها على الصنفرة المفروضة هيخلهولي مستارة كأن الخشبة مقصوصة بمنشار طولة مثلا او منشار رأسي هنكمل بقى قص وصنفرة بنفس الطريقة اللي عملناها فهقص اغلب التصميم يعني بنرسم بالقلم ونعلم بالكتر ونقص بالاركت ونصنفر بالصنفرة وهلوم مجر الموضوع متكرر وممل ومش محتاج توضيح او كلام كتير هنبدأ بقى التقفيل وهوريكم كام حاجة برضو لتسهيل الشغل ادي الضهر وادي الارضية والجنب ده هيركب هنا والجنب التاني الناحية التانية همسكهم قطم بقى امتا كده عشان اعرف اوضح كلامي ده كده الشكل العام والحاجز ده هيركب هنا كده كرف رأسي قطعة بقى قصتها بنفس الميل وعمل فيها بروز من تحت نفس سمك الخشب عشان تركب هنا كده لحد كده تمام هنا بقى حركب حاجز بالعرض وحيكون فيه اول تركة لو انا عايز الشكل الامور يبقى لازم اشطف الحاجز ده بنفس ميل الجنب لو ناوي يعني اعملها كمشروع وابيع منها فلازم نخلي فيها حاجة احترافية شوية لكن لو عاملها لنفسي في البيت يعني فحقصها بزاوية قايمة عادية وخليها اقصر شوية من الجنب الميل بتاعي بالمنظر ده كده طيب انا هشطفها ازاي وانا ما عنديش ادوات هقول لك برسم خط علام عند المسافة اللي انا علمتها عشان حشطف الخشبة بميل وبستعمل الفورة وببدأ بقى اكد الخشبة بتاعتي واحدة واحدة وعلى ميلي بفضل وراها شطفة ورا التانية وانا مميل ايدي تقريبا بنفس الميل المطلوب اهي بدأت تبين معايا الشطفة بنفس الميل اللي انا عايزه وكم شطفة وحتبقى زي الفول ان شاء الله كده كويسة نجربها بقى ممتاز الله ينور يا عمدة المطبعة بنفس الميل نكمل بعد كده بقى سدايب خمسة سنتي وبسقطها جوة واخد لها لقطة علام للميل اللي في الجنب وهقصها بنفس الطريقة اللي قلناها في البداية تمام كده قصتهم قطعتين وبس انا مقصرهم شوية عشان مش عايز اخلي العمق كبير وهي حستعمل قطعة صغيرة تحت هنا وبركب عليها الحواجز دي يعني عشان ما تبقاش عميقة قوي بالشكل ده كده طولها مناسب في بقى تركة خاصة بالتأفيل ان الظهر حيركب قدامه الحاجز والمسافة بينهم هتكون اربعة سنتي فازاي اقدر افضل محافظ على المسافة دي سابتة وانا بقفل وعبال ملغيرة ينشف بقصة بقى شوية سدايب بعرض اربعة سنتي وبحطهم في النص حسن يحافظولي دايما على المسافة سابتة سواء بقى هتدرب مصامير او هتغري بس كده السدايب دي هتحافظلك على ان المسافة تبقى سابتة وطبعا التأفيل حيكون من جوه لبرا يعني حركب القود الحواجز الميلة مع الحامل اللي حيشيلهم الشكل ده كده قفل بقى باي طريقة تناسبك فزي ما قلنا هنستعمل دايما سدايب لتثبيت الاياسات هنا المسافة بينهم 5 سنتي و 8 ملي فعملت سدايب بنفس الاياس عشان تحافظلي ان الشكل يكون امور وسابت وهستعمل الغيرة بقى مع السوبر جلو لو انت ناويتينت الكمية يبقى لازم تستعمل مصدس المصامير افضل واقوى وباخد بقى الجزء ده وبلزقه في المكان بتاعه انا مش هطول بقى في التأفيل لكن انت طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستهل تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب ده لو كنت مش مشترك ولازم انبهك ان واحد لايك منك هيدعمنا ويقول لنا استمره ففضلا وليس امرا ما تنساش اللايك وهستنى تعليقك وتقول لنا فيه عايز تشوف ايه على قناتنا تمام كده انا قفلت اغلبية الحامل وقرى بينشف تماما والفورمة الاربع سنتي اهيه فوق فاضل بقى نلزق الويش هنتلزق بالكامل والجزءية ده هيركف فيها الرف ويكملت الويش حتة هتكون هنا غطى الدرج اللي هيكون هنا كده فهقفل الليلة دي وارجع لكم كده الحامل خلاص وعملت كمان درج بارتفاع 4 سنتي هيدخل هنا كده والويش بتاعه هو كمالة الخشبة دي وده كده الشكل النهائي نخش على الفينيش كوباية الورنيش الشفاف وحبدأ ادهن الحامل بالكامل بعد ما صنفرت وزبطت ونعمت قادي الحامل بعد ما خلص والورنيش نشف وكمان حركب الدرج مكانه بس لسه الفيديو فيه حاجة سواني بس ارصص بقى الادوات المكتبية بتاعتي في الحامل اوراق ولم رصص وفلوماستر وسلوطب واوراق تسكير ومقصات ومساحات وكل الحاجات المكتبية بتاعتي طبعا انتو عارفيني هل اسكت لأ طبعا عملت حامل تاني بس بقى للورشة لون تاني مهجني وبدأت بقى ارصص فيه ادوات الورشة متل رئياس وورق صنفرة ومفكات ومقصات وولعات والبغبغانات وشوية بونط وتيب ورق وضب الفيس الحامل ينفع للمكتبة وللورشة انتو ايه رأيكم يلا مش حاصيكم باعلايك وشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم